مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب هذا البرنامج الذي نحتفل اليوم بالحلقة رقم واحد بعد الخمسمية وبشكركم لأجل متابعتكم ولأجل أيضا محبتكم لهذا البرنامج ولأجل رسائلكم الكتيرة اللي بتخليني فعلا يعني شاكر الرب جدا أن الرب بيستخدم هذا البرنامج بصفة خاصة وبيستخدم قناة الحياة في حياة الكثيرين لمعرفة المسيح وأيضا للنمو في الإيمان في علاقتهم مع الرب حلقة اليوم حلقة مهمة جدا لأنها بتعتبر رد على شخص بيطعن في لب الإيمان المسيحي بيطعن في العهد الأديم وبيطعن في تاريخيته وبيطعن في أحداثه شخص يرى أن العهد القديم يتعارض 180 درجة مع العهد الجديد بل يرى أن إله العهد القديم إله مختلف عن إله العهد الجديد هو لا يؤمن بتاريخية إبراهيم ولا يؤمن بتاريخية موسى ولا بتاريخية الخروج ولا بتاريخية أيضا داود الكتاب المقدس في نظره ليس كتابا مقدسا فالكتاب ليس مكتوبا بالوحي ولم يكتبوا الروح القدس مستخدما إناس إناس الله القدسين هذا الكاهن هو الآب جورج رعت وهو كاهن يتبع كنيسة الروم الكاثوليك وله فيديوهات كثيرة على اليوتيوب لكن آخر هذه الفيديوهات كان فيديو مرتبط بالإيمان بالعهد القديم ككلمة الله أم أننا ينبغي أن نرفض العهد القديم كاهن نصب نفسه حكم على كلمة الله يقبل ما يقبله ويرفض ما يرفضه كاهن يرى أن كلمة الله وبالأخص العهد القديم لا ينبغي أن ندعوها كلمة الله كاهن يقول أنه خادم للمسيح لكنه يرفض الإيمان بكلام المسيح وعش كده قبل ما بدأ فيه الرد على الآب جورج رعت افتكرت كلمات الرسول بوليس وهو يحذر المؤمنين في كنيسة أفاسوس ويحث الأساقفة والمسؤولين على الانتباه فيقول لهم احذروا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خطفة لا تشفك على الرعية ومنكم أنتم سيكون رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم عشان كده أحباي احنا بنحتاج أن احنا يعني نرد على كل ادعاء وعلى كل اتهام لكلمة الله وأن نكون حذرين لكل ما نسمعه فليس كل من لبس كاهن هو شخص مؤمن أو شخص يحب كلمة الله ويحب الرب لكن هناك قلّة أقول عنها أنها مدمرة للإيمان المسيحي ويمكن معلش أنا في حكمي أقول أنه لا يمت للإيمان المسيحي بشيء من هو الآب جورج راعت الفيديو اللي جاي الهوست بتاع البرنامج مقدم البرنامج بيقدم لنا الآب جورج راعت وعشان كده خلونا نسمع هو بيقدمه وبيعرف المشاهدين به إزاي وقفنا كمسيحيين من كتابات العهد القديم أو شو منعمل بالعهد القديم اللي هو كان الكتاب مقدس عند اليهود والمسيحيين تبنوا لما بلشت الحركة المسيحية أبو الله جورج أنت عندك طرح مميز عن هذا الموضوع أبو الله جورج راعت هو كاهنة رعية قديسة ريتا جديدة المتن للروم الكاتوليك وأيضا عندك اختصاص باللهود الأخلاقي وصاحب جمعية السامري الرحيم ومحاضر بمادة الدعم الروحي للمرضى فده التعريف الخاص بالقاب جورج راعت طبعا كمان في ضيف معاه هو الأسيس شيربل ملك والأسيس شيربل يعني رجل طقي ومتعمق في كلمة الله لكنه أيضا رجل ديسنت رقيق جدا فبصراحة ما خدش حقه ولم يعطيه الأب جورج حتى حق الرد لكن كان دايما بيقطعه ودايما بيفرد أفكاره في الحلقة عشان كده يعني ردي النهاردة ليس لأن الأسيس شيربل لم يرد لكن ردي لأنه الأسيس أو الأب جورج رعد كان لم يعطيه فرصة أو حق الرد كما هو المفروض طيب أنا هبدأ النهاردة والحلقة اللي جاية فإحنا هناخد جزئين نتكلم 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 فيهم ونرد على الأب جورج رعد هتقول لي أسيس أشرف هو ليه حضرتك مهتم بالموضوع ده أقولك لأنه في ناس كتيرة بتسمع وبتشاهد هذه الفيديوهات وفي ناس بسيطة مجرد أنها ترى كاهن أو ترى شخص يطلق عليه الأب فلان الفلان بتاخد كلامه على أنه يعني بمصدقية فبالتالي بيكون يا إما عثرة لكثيرين يا إما أنه ناس بتاخد كلامه بصدق وبتعتقد هذا هو الإيمان المسيحي وعلى شكده مهم جدا أنه نرد على هذه الفيديوهات زي ما بنرد على الإخوة المسلمين في هجومهم على الكتاب المقدس كذلك أيضا عندنا الحق أن احنا نرد على الأفكار الخاطئة اللي بيتنقلها وبيقولها الآب جورج رعد طيب أخطأ يعني ربنا يدينا نعمل نهاردة نحنا ناخد جزء كبير من الفيديو أنا بصراحة الفيديو أزعجني وكل عبارة فيه عبارات مزعجة كويس وأتمنى نحنا نقدر نرد على كل جزئية من الجزئيات اللي ترحت الخطأ الأول الخطأ الأول الذي وقع فيه الآب جورج رعد أنه قال أن المسيح نقد العهد القديم كله خلاص إحنا ناخده نرميه في الزبالة سوري في اللافز بس ده فعلا هو المضمون اللي قاله ما لناش علاقة به ده كتاب حتى مليان أساطير ومليان شخصيات وهمية ولا يمط الإيمان المسيحي بأي سلقة ده بالزبط اللي قاله الآب جورج رعد خلينا نشوف الفيديو اللي بيقول فيك كلام ده طلعنا بالعهد القديم يلي هو رب يسوع نقضه كله وإذا بدك نرجع نبحث وين نقضه كليا يعني والديسبولوس كمان فهم هذا الموضوع وعبر بأكتر من المطرح عن عندما يأتي الأصيل يزول البديل طيب السؤال الأهم هل فعلا رب يسوع نقض العهد القديم ما فيه فرق ما بين حكتين فيه فرق ما بين نموس موسى وإن احنا كمؤمنين لسنا ملتزمين بنموس موسى لأن احنا لسنا بعد تحت النموس كويس وفيه فرق ما بين العهد القديم تسعة وثلاثين سفر كويس اللي بيقول عنه الكتاب أن الرسول بوليس أن كل الكتاب محبيه من الله هو ما فرقش هو ما فرقش هو حتى لم يذكر كلمات الرب يسوع المسيح الذي قالها في الموعزة على الجبل لا تظن أني جئت لأنقض النموس أو الأنبياء والنموس والأنبياء هنا هو اختصار للعهد القديم اختصار للعهد القديم لأن العهد القديم عند اليهود كان معروف أنه بتكون من ثلاث أجزاء أساسية بتكون من النموس اللي هي أصفار موسى الخامسة بيكلم من الأنبياء الأنبياء المتقدمين والأنبياء المتأخرين وبتكون أيضا من الكتب أو الكتبين والثلاث أجزاء دول بيطلق عليهم التناخ يعني بيأخذوا الحروف الأولى تران نفييم كتبيم ودوا بيبقى العهد القديم كله زي ما مرات اللي رب يسوع قول في نموس موسى والأنبياء والكتب جمعت ثلاثة مع بعض كويس هنا لما رب يسوع بيقول لا تظنوا أني جئتوا لأنقض النموس والأنبياء يعني الرب بيكلم عن العهد الأديم مش على نموس موسى ويس اللي هم 613 وصية لا تظنوا أني جئتوا لأنقض النموس أو الأنبياء ما جئتوا لأنقض بل أكمل يعني يعني هنا يكمل يعني يعني يتحقق فيه كل العهد القديم ويكمل الرب يسوع هو الوحيد الذي كمل كل وصايا العهد الأديم اكتملت في شخصه فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النموس حتى يكون الكل أنا رب مهتم بالحرف الواحد والنقطة الواحدة طب ليه رب هنا بيقول أنه إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة لأنه كلمة الله كلمة الله آه كان النموس معطى لشعب إسرائيل لكي ما يعقودهم للمسيح مؤدب بنا أو مؤدبنا للمسيح لكي ما يكشف خطايا الإنسان وضعفاته وشروره لكن نحن لسنا تحت النموس وده اللي قاله بولوس الرسول في رميا أصحح سبعة وفي غلطية وفي أماكن كثيرة من كلمة الله أنا نهاردة كمؤمن مش مطالب بذبائح لأن الذبائح اكتملت في المسيح لكن هل هل العهد الأديم هو كلمة الله نعم وبكل تأكيد وانا عملت حلقة من كام أسبوع عن هذا الموضوع وقلت إنه العهد الأديم هو كلمة الله بشهادة العهد الأديم بشهادة الرب يسوع نفسه بشهادة رسل المسيح أنفسهم فالنهاردة يجي لي واحد منصب نفسه حكما حكما على كلمة الله ويقولك إنه قلاص العهد الأديم ده المسيح نقض ولحنا مش عايزينه ولا نقرأ وليس لنا علاقة بي طيب أجي إلى الخطأ الثاني الخطأ الثاني لا يقل جرما عن الخطأ الأولان كويس مش بس إنه بيدعي أن المسيح نقض العهد الأديم وبوليس كمان نقضه ولا يفرق بين النموس والعهد القديم وده فرق كبير جدا وده فرق كبير جدا أنا غير مطالب بتنفيذ ال630 وصية بتاعة اليهود لكن هل العهد الأديم إعلان الله المتدرج الذي اكتمل بمجيء المسيح وإعلانه في الابن الكلمة المتجسد هل مليش علاقة بي يعني نرمي الكتاب المؤدس من قراش المزامير من قراش الأنبياء الصغار ده كل ما كتب كتبة من أجل تعلمنا كل هذه الأمور كتبت من أجل تعلمنا الله أبقاها لكي ما نتعلم منها الخطأ الثاني بيقول أن الرب لا يناقد نفسه كويس أنا اتفق معاك طبعا بس هتبقوا مستغربين حضراتكم لما تسمعوا الفيديو اللي هو بيقدم لنا فيه أنه زي الرب في العهد القديم والعهد الجديد بيناقد نفسه خلينا نسمع قال أنه المسيح نقض للعهد القديم كويس الأسئلة اللي أنا طرحت أول شيء على ذاتي بعدين بلشت أطرح على الآخرين هل الرب يناقد ذاته إذا بيناقد ذاته ما فيه آمن فيه أنا ما فيه آمن فيه ما فيه إلي بنفس الوقت لازم تحب ولازم تسامح ولازم تحب عدوك وبنفس الوقت يقول لي طول وزني وعمول هالإشياء كله هو احنا عندنا وصايا إلهية بتقول لنا اكتول وزني ويعمل هذه الأشياء كلها جابها منين دي جابها منين يعني 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 الكتاب المؤدس عندي وصايا تحب قريبك مثل نفسك عندي وصايا انه تبارك لعينيكم عندي وهذه الوصايا حتى في العهد القديم انك تحب قريبك لكن هل عندنا وصايا بتقول اكتول وزني أنا مش عارف جابها منين انهي كتاب بيقرأ يعني اللي يقرأ فينا العهد القديم انهي كتاب ده من ضمن الوصايا العشر لا تقتل من ضمن الوصايا العشر ولا هو بيكلم على على الحروب بتاعت كنعان ودي طبعا لو بيتكلم عنها يبقى ايضا مدرس هاش ومافهم هاش يعني اللي بيقوله ده بيصب فين اللي بيقوله ده اساسا ما لهش اي علاقة ده كلام سوري كلام مصاتب ده مش واحد اكاديمي درس وعارف العهد القديم انا ما عنديش مشكلة انه واحد يطلع بعد دراسها ويقول لي انا عندي يعني مشكلة مع النص الفلاني وبحاول افهم الجزئية الفلانية كويس لكن لما يطلع واحد يتكلم بالمطلق زي ما هو بيطلع يتكلم بالمطلق انه العهد القديم بيقوله اقتل ويتزني انا ما عارفش جابها منين يمكن عنده كتاب مختلف عن الكتاب بتاعنا طيب انا عارف انه يعني ضغطكم علي لكن سمحوني معلش كويس ان احنا نعرف انه هناك اشخاص ينادون بافكار لا تصب في صالح ولمجد المسيح نهائي الخطأ الثالث وهو سوء فهم للعهد القديم هو عنده سوء فهم للعهد القديم انا ما عارفش سوء الفهم اللي عنده العهد القديم ده جاي منين هل جاي من بعد دراسة انا لا اعتقد انا لا اعتقد نهائي هذا السوء الفهم جاي غالبا غالبا بحسب تصوري من بغضة شديدة لليهود فبالتالي يرفض كل ما يتعلق باليهود والعهد القديم لكن مش جاي عن طريقة فهم او دراسة او بحث حتى لو قال انا بحث ودرست لانه يا ما ارينا ناس بحثت ودرست لكن ما عنده هاسش السطحية دي اللي هو بيكلم بيها طيب نسمع الفيديو بيقول ايه فمشان هيك من خلال دراستي للعهد القديم اكتشفت انه مش هايدي ابدا سورة الرب يلي عطانا ايها الرب يسوع يعني اليه بيقول انا اله لا اندم ولا اكذب بعد شوية بيقول لقد ندمت على خلق الانسان اوكي يرسل اربعمائة تروح كذب على اربعمائة نبي لا يتنبه لمالك تايروح يقترب الاخرار اليه بيقول لا تقتل بيرشع بيقول لشعبه اذهبوا واقتلوا الكانعانيين وابقوا ربطونا نسائهم وبعيرهم وجمالهم واطفالهم اليه بيقول لا تزني بيقول للنبي وشعب اذهب واتخذي نفسك امرأة زينة واطفال زينة طيب ناخدها واحدة واحدة ناخدها واحدة واحدة بيقول انه اله العهد القديم يتناقد يتناقد مع نفسه واول اقتباس جابه من سفر العدد سوري العدد والتسني والتكوين سفر العدد وسفر التكوين عمل فيهم ايه بقى جاب آية قبل آية احنا مفروض التكوين اتكتب الاول وبعدين احداث العدد دي وهم ماشيين في السحرة وراحيين على 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 ارض كنعان يقول ايه يقول ازاي الله يقول ليس الله انسانا فيجزب ولا ابن انسان فيندم طب بدون انه يقول لنا القرينة بتاعة دي ايه وايه اللي مقصود بيها عمل زي الاخوة المسلمين ياخد الآية دي ويقول لك الله مش ممكن يكون انسان ويتجسد طب انت قريت القرينة اساسا بتاعة الآية بتقول ايه هو بيكلم هنا التشبيه او ان الله ليس انسانا من انهي جهة ما بيقولش ان الله مش هيكون يتجسد لكن بيقول ان الله ليس انسانا من حيثه من حيثه ان الانسان يندم والانسان يجزب والله لا يجزب ولا يندم وعش كده الله مش ممكن ابدا انه اذا بارك حد يلعنه او اذا امر بالبركة يغيرها ده اللي بيكلم عنه ان الله لما يوعد بحاجة بيعملها فعش كده ليس الله انسانا فيجذب ولا ابن انسانا فيندم هي دي اللي جات اللي حطها الاول وعدين يقوله بعدين بعد كده ربني يقول ايه فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه لا درس يعني ايه تأسف في قلبه ولا درس يعني ايه حزن الرب ولا اي حاجة بالزبط هو اكنه بيسمع فيديوهات المسلمين اكنه بيسمع فيديوهات الاخوة المسلمين واقتباستهم من نصوص دون الرجوع للقارينة او حتى دون الفهم ايه المقصود بهذا النص نهائي ولم يقول الكتاب فحزن الرب انه عمل الانسان تأسف الله في قلبه بمعنى ان الله تنهد في قلبه مش هو ده الانسان اللي انا خلقته علشان يكون له كل هذا المجد وفي الاخر الانسان يقود نفسه الى ان كل افقار قلبه انما هي شريرة كل يوم مش ده الغرض زي ما تكون بتبقى بتتمنى او بتحلم لابنك اشياء وبعد كده يتحصل امور تقول انا ما كنتش ابدا اتمنى انه ده يحصل مش لان الله لا يعلم في المستقبل ومش لان الله لا يعلم الاحداث ومش ان الله يجهل الامور لا 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 لانه افكار الله من جهتنا هي خير وسلام لكننا بسبب الارادة الحرة التي اعطانا اياها الرب قدنا انفسنا الى الخطيئة والاثم والدمار هناك ليس تناقض ليس تناقض ما بين الاية دي والاية دي نهائي لكن زي ما اقول لحضراتكم هو كأنه بيسمع لفيديوهات المسلمين ويرددها لكن ليس عن دراسة ما اعتقدش لانه الانسان اللي درس بيبقى عارف ان العبارة دي تعني ايه وعارف القرينة اللي اتقالت فيها وبيكون عادل ومنصف في كلامه بيكون موضوعي موضوعي في كلامه وبعدين حاجة تانية الملك اخاب قالك ازاي ربنا يبعت روح كذب لانبيائه فيضله اخاب طيب حضرتك دراسة النص حضرتك عرفت المضمون اللي بيكلم عنه سفر الملوك اصحاح 22 اخاب كان ملك شرير وكانت زوجته اشر منه ايزابل ولانها اشر منه جابت وعملت انبياء للبعل انبياء ايه للبعل يطلق عليهم انبياء للبعل زي ما فيه انبياء كويسين فيه انبياء كذبة صحة ولا لا وزي ما فيه انبياء في المسيحية ايضا كان في المعابد الوثنية القديمة ما يطلق عليهم ايضا انبياء بمعنى ايه النبي هو الذي يأتي بكلمة الاله ده النبي اللي هو بيقول ان الاله قال كذا وكذا وكذا ده يطلق علي نبي فاللفز النبوة او الانبياء لفز او لقب ليس قاصرا على انبياء الرب في العهد القديم ورب قال انه سيأتي انبياء كذا بكثيرين ويدلون كثيرين فيه يعني فيه فيه ناس هتتكلم باسم الرب لكنه كذبا ليس باسم الرب لكنها باسم الشيطان فاخآب شرير وازابل اشر منه واقاموا في ارشاليم انبياء كذبة كثيرين فاخيرين الربعمية بتوع اه اليا والااа والااا واقعدوا يجرحوا انفسهم وااااة يبعل اجبنا يبعل اجبنا فهو كان رايح للحرب ضده ارام فقال ايه قال اجيب الانبياء علشان ايه يعني يقولولنا نعمل ايه فالانبياء دول انبياء كذبة يعني لما نقرأ النص يعني ونرجع ونرجع لكلمة الله نعرف انه سوري هذا هذا الاب جورج لم يقرأ النص لم يقرأه لم يفهمه وحتى لو ارى لكنه لم يفهم المقصود من النص ايه شوفوا هنا لما 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 طلب من يهوشفات انه ييجي ويساعده كويس وقال له اذهب معايا الحرب فقال يهوشفات لملك اسرائيل مثلي مثلك شعبك شعبك وخيلي كخيلك اوكي ثم قال يهوشفات لملك اسرائيل اسأل اليوم عن كلام رب قبل ما نروح للحرب خلينا نسأل عن كلام رب كويس فجمع ملك اسرائيل الانبياء انها انبياء انبياء البعل الانبياء الكذبة مش الانبياء الحقيقين للرب فجمع كويس فجمع نحو اربعة مائة رجل وقال لهم اذهب الى رمود جلعات للقتال ام امتنع فقالوا اسعد فيدفعها السيد الملك يهوشفات فاهم اللعبة كويس او يهوشفات فاهم انه دول انبياء كذبة وما يتخدش بكلامهم فيهوشفات فقالوا يهوشفات اما يوجد هنا بعد نبي للرب فنسأله طب ما فيش واحد تاني نبي للرب الانبياء اللي جمعهم اخياب كانوا انبياء كذبة لكن هنا يهوشفات بيطلب نبي للرب للرب الحقيق فقال ملك اسرائيل ليهوشفات يوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب به ولكني ابغده ليه ليه اخياب بيبغد هذا النبي لانه هذا النبي عنده كلام الرب وكلام الرب اخياب بيبغد كلام الرب وبالتالي هو بيبغد كلام هذا النبي ميخة ميخة وراحوا جابوا ميخة وهم جايبين ميخة الانبياء قالولوا ايه قالولوا بنقولك ايه احنا كلنا على فم رجل واحد قلنا للملك روحوا عن انتصر خلي كلامك زي كلامنا فقالهم اللي يقول لي عليه الرب هقوله فلما يقول ان رب ارسل روح كذب هو قريدي الروح الكذب ممتلكهم لكن عايز يقولنا ان الرب اسلم اخياب الى اراتو هو يريد ان يتبع الانبياء الكذبة روح زي ما يقولنا رسول بوليس اسلمهم الله الى ذهن مرفوض يعني ربنا خلاهم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه والروح الكذب هنا كان ممتلك الانبياء الكذبة وهو اللي اضل اخياب الارواح الكذبة وهي اللي قادت اخياب للحرب وهي ايضا اللي كانت بتحيط باخياب وبكل اعماله الشريرة لكن يجي والاسيس او الاب جورج يقولك كيف ان الله يرسل روح كذب الانبياء علشان يضلوا ملك هو اساسا ضال هو اساسا شرير هو اساسا ترك الرب وعبد الاوثان هو اساسا اتجوز اشر انسانة على وجه الارض قتلت كل الانبياء انبياء الرب وبنت معابد وثنية فالكلام اللي بيقوله ده ناتج عن جحل بكلمة الله وليس عن دراسة يقولك انا درست انا مش شايف انك درست بصراحة انت لو الكلام اللي بتقوله ده لا يرتقي ابدا الى مكانة رجل دارس او قارئ طيب كيف للرب ان يجعل هوشع يتزوج من امرأة زانية اول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنة واولاد زنة لان الارض قد زنت زنة تاركة الرب اي شخص فعلا عايزين تعرفه اذا كان دارس او مش دارس لما يجي عندي نص زي كده يقولك انا دراس النص ده وفيه اكتر من نظرية وتفسير تفسير الاولاني بيقول كذا تفسير التاني بيقول كذا تفسير التالت بيقول كذا لكني انا اميل الى التفسير رقم كذا علشان الاسباب الاتية ده الدارس ده الدارس انما واحد ياخد الاية دي ويطير بيها ويقولك كيف للرب انه يقول لنبي روح خد امرأة زنا دون انه يقدم اي تفسير او اي يعني وجهة نظر اخرى اعرف انه مش دارس اعرف انه بيقول كلام وخلاص السؤال اللازم نتراحه واحنا بندلس هوشع وده مش موضوعنا يعني النهار ده نتكلم عن هوشع لكن السؤال هو هل زنا جمر كان قبل الزواج ولا بعد الزواج كان امتى كويس انا شخصيا اؤمن انه لم يقولين هنا لان الارض قد زانت بمعنى ان كل الناس اللي في الارض زنوا وراء الاوثان وعبدوا الاوثان فخذ لنفسك امرأة زنا واحدة من بنات الارض الذين زنوا وراء الاوثان لكن نهزنت فعليا وخانت هوشع بعد الزواج وليس قبل الزواج وقولكو الاسباب كتيرة بس انا مش هدخل فيها دلوقتي بس اعايز اقولكو ازاي تقدر تميز ما بين الدارس وما بين البغبغان اللي بيراد طيب اخد مداخلة الاخت فريال فريال معنا نعم الو الو اشرف اهلين اخت فريال كيف صحتك الرب الرب يباركك يوصف طخومك ومزيد ومزيد من حلقات برنامج عبر الكتاب اللي هي سبب بركة إلنا ونتعلم والرب يتمجد دائما في عملك وخدمتك اشكرك اشكرك يعني انا بس حاب بعلق على هذا ما بعرف يعني على كل حال الرب يرحمه يعني الكتاب المقدس الوحي لله يقول هلك شعبي من عدم المعرفة وحضرتك رح تكفي وتوفي اكثر بالرد عليه لكن انا اللي لفت التباهي انه عن الوصايا العشرة عن الزهنة فهو حضرته قرأ الوصايا العشرة في سفر الخروج لفع عشرين وصايا العشرة اللي الله اللي كتبه وعطاها من حجر وعطاها الى موسى هل فيها مثل ما ذكرت اخي اشرب بيها زنا وقتل وغير وغير اذا الرب يسوء المسيح له كل المجد كان كثير من المرات يستشهد بالعهد القديم وقال فتش الكتب هل المسيح له كل المجد يستشهد بكتاب حضرتك انت يا جورج رعت اللي حضرتك ما تعترب به وتقول انه اله العهد القديم ليس هو اله العهد الجديد يعني اسأل نفسك هذا السؤال هل هو هذا لماذا وضع كل الكتاب المقدس من العهدين العهد القديم والعهد الجديد واللي هو كل شيء الى الرب يسوع المسيح الى وصاياه الى كل شيء اللي يتعلق بالرب يسوع المسيح له كل المجد مشكلة من العهد القديم يقول يعني يسمح بالزنا معناته المسيح يسمح بالزنا لأنه هو هو رب رب العهد القديم والعهد الجديد فالرب يرحب المشكلة يا أخت فريال المشكلة يا أخت فريال إنه الأب رعد جورج رعد وأمثاله بينصبوا أنفسهم أسكى حتى من الرب يسوع وأفهم من الرب يسوع وبيحطوا مش الكتاب المؤدس هو السلطان اللي فوقيهم لا ده هما بينصبوا أنفسهم فوق الكتاب المؤدس هو الحكم مش كلمة الله وفهموا الخاطئ هو الحكم يريدوا بيفهم صح يريدوا دارس يعني يما فيه ناس درست كتاب المؤدس وعندها مشاكل بنحترمها وبنقدرها لكن ده أنا لا أثق أبدا أنا مش شايف أنه حتى الأكاديمية والموضوعية في طرحه للموضوع لكنه لا يمتلك الموضوعية ولا حتى الأكاديمية في طرحه للموضوع يعني حقيقة مع كل احترامي شخص وأصلي من أجل من أجل أنه الرب يفتح عيونه يعني ما أقدر أسمينه الآب على شو الآب أيش علمني علمني أشياء غلط إذا في العهد القديم يقول لا تشتهي بيت خريبك لا تشتهي أمرأة خريبك ولا عبده ولا آمته ولا ثوره ولا حمره ولا شيئا من مني قريبك صحيح فهل من المعقول يقول إذني شوية شغلوا دماغتم فهمنا الحضيرة الأخرى الرب يرحمل هل مرة أنتم طلعتم الكاحة الرب يرحمل وفعلا هلك شعبي من عدم المعرفة أشكره في أفر أشرف الرب يباركك دائما ما تساوم وعمرك ما تساوم على كلمة الحق إذا أنت أو الأخت أماني أو الأخ وحيد وكل الخضار في قناة الحياة الرب يبارككم يحبطكم يتمجز في خطبكم اسم يسير الخدوس أمين 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 الخطأ الرابع اللي وقع فيه قال لنا إنه الوصال عشرة مسروقة الوصال عشرة مسروقة موسى ما أجابش حاجة ده هو أساسا مش بيؤمن إن موسى تاريخي هو بيقولك يعني اليهود سرقوها وحطوها نشوف الفيديو ده موسى أيوة لم يأتي في التاريخ أطلاقا يعني اليهود أخذوا عن الأكاديين أول شي الوصايا يلي هن حمرابي عملو نعم يعني موسى برا للصورة نهائي يعني موسى أساسا من الشخصية تاريخية إنما اليهود هما اللي خدوا من الأكاديين كويس خدوا منهم الوصايا اللي مكتوبة في شريعة حمرابي أنا عملت حلقة عن شريعة حمرابي أعتقد رقم 213 يعني من زمان من فترة طويلة لكن أسمى حضراتكم جزء من اللي أنا قلته المرتبط بالفرق الكبير جدا ما بين شريعة حمرابي وشريعة موسى يعني هناك فروق جوهرية لا يمكن أبدا إنه يكون موسى أو شعب إسرائيل أخذ الوصايا من حمرابي في مبدأ مهم جدا في حاجة بنسميها إنه الإنسان كإنسان حتى الخاطي في بصمة ربنا في بصمة ربنا وعش كده في مورال لا أو قانون أخلاقي حتى عند الناس الغير مؤمنين موجود يعني مثلا ما تلاقيش في ثقافة شعب بين الشعوب اللي عبدت الأوسان مبارك الصارق ما فيش الوصية دي لكن هتقول ملعون من يمد يده إلى أملاك غيره كويس أو تقطع يد الصارق أو يعاقب الصارق بالسجن أو يرد الصارق ما قد صارق مهما كانت الناس دي شريرة لكن عندها مبدأ أخلاقي لأنه هناك البصمة الإلهية جوه الإنسان كويس اللي تشواهد آه بس مازال لها وجود فحتى عند المصريين أو الأقاديين أو الثقافات الحثيين القدماء اللي جم قبل شريعة موسى كان عندهم شرائع بتقول مثلا الصارق يتعمل معا ايه طيب الآتي اللي تعمل معا ايه ما اي مجتمع لازم ينظم على قانون وإلا ما بقاش مجتمع إلا أصبح غابة كل الناس بتاكل بعضها بعض فخلوني أذكر حضراتكم واذكر نفسي باللي أنا قلته في الحلقة اللي اتكلمت فيها عن شريعة حامورابي هي مجموعة من القوانين البابلية يبلغ عددها 282 قانون طبعا البعض بيقولنا ان هي أقدم شريعة وده ده فكرة خاطئة لانه ليست شريعة حامورابي هي أقدم شريعة في شرائع أخرى حتى عندنا نصوصها موجودة مثلا في منطقة بابل وبالأخص منطقة أور اللي خرج منها إبراهيم في شريعة بتسمى أور نومو أور نومو وده الملك بتاع مدينة أور سنة بترجع إلى سنة 2100 هي مجموعة من القوانين البابلية بيبلغ عددها 282 قانون سجلها حامورابي الملك السادس من ملوك بابل الأسرة الأولى لملوك بابل كان فيها 11 ملك نمرة 6 هو حامورابي واللي ملك ما بين الفترة 792 إلى 1750 يعني في شريعة حامورابي الحكم بالموت هو الحكم السائد شريعة حامورابي كمان الحكم بالموت في شريعة حامورابي سهل جدا نموس موسى نقطة الانطلاق بتاعته نقطة الانطلاق بتاعته هي عبادة الرب الواحد يعني لما نيجي نقرأ في بداية نموس موسى في الشريعة المساوية كويس نقرأ أنه أنا الله الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوطا هو هو اللي بيحط الأشياء دي لأن الأشياء دي مهمة جدا لأن نقطة الانطلاق في النموس المساوي هو العلاقة مع الله المبادئ الأخلاقية في النموس المساوي مؤسسة على أي أساس مؤسسة على بر وقضا كونوا قدسين لأني أنا قدوس موس موس أكبر من كونه مجرد قانون جنائي ومدني يعني احنا قلنا شريعة حمرابي هي قانون مدني وقانون جناء لما نموس موس موس فهي أكبر هي بتحتوي على جنائي وبتحتوي على مدني لكنها بتتحدث عن الخطيئة ومسؤولية الإنسان تجاه الله النموس المساوي بيرفع من قيمة الإنسان وعش كده بنجده أكثر رحمة من شريعة حمرابي طيب ده ده يعني أنا حاولت أختصر وألخص في دقيقة ونص الحلقة الكاملة اللي كلمت فيها عن حمرابي لكن ممكن حضراتكم ترجعوا ليها هي موجودة على اليوتيوب ولو دورت على عبر كتاب غالبا 213 هتلاق الحلقة ولو كتبت شريعة حمرابي وعبر الكتاب هيجيب لك الحلقة كاملة وممكن حضراتكم تشاهدوا ولكن لما ييجي واحد يقول لك أنه سرقنها واخدنها من حمرابي دون أن يتحدث عن الاختلافات الجوهرية والأساسية ما بين الشريعتين سواء شريعة حمرابي المكونة من 282 وصية أو شريعة النموس المساوي المكونة من 613 وصية أو أنه الفرق أو الجوهري والانطلاق في النموس المساوي هو علاقة الإنسان بالله لأنه لما يكون الإنسان عنده علاقة كويسة بالرب الإله الذي فداه وأخرجه من أرض مصر بيكون عنده علاقة كويسة مع الآخرين وأن القداسة والطهارة والبر والتحرر من الخطيئة وحياة البر وما خافت الله هي الأساس ده مش موجود نهائي في شريعة حمورابا مش موجود نهائي في شريعة حمورابا فاللي بيقوله يعني أنا معرفش جابه منين يعني ياريته كان ياخد وقت ويكلمنا من ناحية الموضوعية أكتر سواء اختلافات أو تشابه أو كذا أو كذا أو كذا لكن هو بيخبط 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 وخلاص يعني عنده من كمية معلومات هيحطها أنا 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 احترم الشخص لكنه ما يذكره بصراحة من أمور تجعلني أنه أقول أنه لم يدرس الكتاب مقدس ولم يفهم الكتاب مقدس طيب الخطأ الخامس قال لك ما فيش حاجة اسمها كتاب مقدس يعني نحن نعمل إذ الوقت يعني الكتاب المقدس اللي معنا ده نعمل فيه إيه ما فيش كتاب مقدس يعني كلمة الله مش كلمة مقدسة مميزة منفصلة ومختلفة هي أعلان الله 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 بعدما كلم الآباء قديما بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة نعمل فيها إيه دي نعمل فيها إيه نسمع الفيديو هو أنه أنت عم تقول أنه أنا بسبب يسوع عم برفض لهذا القديم أو صورة ربنة بيسوع بس يسوع نعمل قبل لهذا القديم لا أول شي من خلال دراسة الكتاب لمقدسة مش بس قبل منه يعني طبسوا منه وحتى كان هو كتاب المقدس للكنيسة يعني لا أول شي أنا بالعربي اللي بشبرح يعني ما فيش اسمه كتاب مقدس في إنسان مقدس نحن ما من أدس كتب لا من أدس أراضي فيش أراضي مقدسة ولا في كتب مقدسة في إنسان مقدس انطلاقا من دعوة الرب كونوا قدسين كما أن أباكم السماوي قدوس هلا الإنجيل هو ليس كتاب تاريخ ولا هو كتاب مذكرات الرسل ولا هو رب يسوع كتبه هو خبرة لؤك عم اختبر كذا فكتب خبرة وممكن الخبرات تكون وجهات نظر مش مؤسسة على تاريخ ولا على حقائق إيمانية واضحة طيب ماذا نقول لكلام الرسول بوليس الذي قال لتلميذه تيموتاوس لما قال له وأنك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة يعني بوليس قال عن العهد الأديم إنه كتب مقدسة يعني كتب مقدسة يعني كتب مميزة هي أعلان الله هي أعلان الله كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح الكدس عشان كده الكتاب يطلق عليه كتاب مقدس تيجي أنت حضرتك تقول لي ما فيش حاجة اسمها كتاب مقدس نحن لا نقدس كتاب ولا نقدس أراضي إيش جاب الأراضي لكتاب مش فاهم طب إيه نلغي كلام بوليس لما بيقول إنك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص يعني تقودك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع كل الكتاب هو موحى به من الله دي نعمل فيها إيه حضرتك دي خبرة إيمان برضو ده مش حق إلهي معلن إنما دي خبرة إيمان هتقول لي دي وجهة نظر بوليس وجهة نظر بوليس وكأن بوليس يعني وجهة نظر وتختلف عن وجهة نظر المسيح عن بقية الرسل نكمل لأن الطريق قدامنا طويل وفيه حاجات كثيرة فلازم هنكمل طيب نسمع كمان الجزء دو اللي بيناقش فيه كتاب موحد تؤمن عدل قديم موحى بها أكيد لا هي مجموعة أساطير أخذوها اليهود عملوها أدابتاسيون تتأقلب مع وضعهم لشان هيك يوقعوا بالتناقضات هي مجموعة من أساطير موجودة في الثقافات الأخرى خدها اليهود وعملوها نوع من التبني تبنوها كويس ولما تبنوها لأنها مش أصيلة وقعوا فيه تناقضات كثيرة عندك مشكلة مع العهد القديم نقول ماشي إنما انت باين عندك كمان مشكلة مع العهد جديد وعندك مشكلة مع كلام الرب يسوع الرب يسوع اللي تكلم على خلق الإنسان ده أسطورة ولا مش أسطورة طب ده حقيقة خلق الإنسان ده حقيقة الرب يسوع تكلم عن نوح وزي ما الناس كانت في أيام نوح يتزوجون ويزوجون تكلم عنه ده أسطورة ولا تاريخ الرب يسوع أتكلم عن إبراهيم إسحاق يعقوب عن الخروج هل دي أسطير بردو إذا العهد لديهم كله أسطير إيش دمناك إن العهد الجديد كمان مش أسطير على أي أساس بلد الميلاد العذراوي طبعا لو دخلنا في الموضوع دي معاه يمكن ياخدنا شمال خالص وعلى أي أساس بلد التجسد الإلهي وعلى أي أساس بلد معجزات المسيح وعلى أي أساس بلد قيامة المسيح بل على أي أساس كمان بتقبل مجيء المسيح التاني حضرتك ما قريتش يمكن العهد الجديد ما قريتش كلام بوليس الرسول لتلميذه تيموتاوس تيموتاوس 2 3 16 كل الكتاب هو موح به ممكن حضرتك تعرف لي يعني أيه كل الكتاب أنهي كتاب أنهي كتاب هل الكتاب ده هو الكتب المقدسة اللي تكلم عنها في الآية السابقة ولكل الكتاب موح به من الله وحضرتك تقول لي أنا لا أؤمن بالوحي ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر ما إذا الكتاب المقدس مش وحي يبقى زي أي كتاب تاني زي الإلياسة والأودسة مثلا زي كتب الفلسفة اليونانيين مثلا يعني هل حضرتك كمان أريد كلام الرسول بوترس يمكن مش قابل بولس يمكن تقبل كلام بوترس لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون يعني أنبياء العهد القديم تكلموا ماسوقين من الروح القدس يعني اللي كتبوه هو كان بقيادة روح الله القدوس يعني هترفض بولس وهترفض بوترس بعد لما رفضت كلام المسيح كمان إنه لا يزول حرف أو نقطة من المكتوب طب أي شواهد تاني نجيب لك نجيب لك منين يعني قدنا جيب لك كتاب المقدس كله نجيب لحضرتك أي تاني مشكلة إنه كل ما يفتح بقه يبخ سم ما فيش حاجة أبدا آآ ألها عليها العين نهائي الخطأ السادس لا يوجد حاجة اسمها عدالة الله الله عنده بس حب على فكرة الحب الذي يخلو من العدالة والبر يفسد يفسد الأب والأم الذي يحب أولادهم بيحبوا أولادهم ببر يعني بيعقبوا على الخطأ يعني بيقدبوا شوف الكلام بتاعه اسمها قصة حول العدالة والرحمة ما فيش اسمه عدالة عند الرب ما فيه إلا الحب عند الرب وني العدالة بمثل العمال اللي بيجي الصبح اللي بيجي الظهر اللي بيجي عشية بيقبض نفس الشي وني العدالة عند اللص اللي كان موجود حضر الرب يسوع اللي بيقله اذكرني يا رب ما تأتيت في ملكوت بيقله الليلة تكون معي في الفردوس الله ما عندوش حاجز مع العدالة العدالة دي عندنا احنا لكن الله ما عندوش عدالة هنا العدالة فاكرين المثل اللي اترحوا الرب يسوع انه خرج خرج رب قرم يجي بقى فعلة لقرمه فخرج الساعة الصبح الساعة التاسعة وخرج الساعة التناشر وخرج الساعة تلاتة دور وبعدين في الآخر خرج وجاب واحد آخر ساعة فقدلهم كلهم العدالة انه الرب هنا اعطى الكل بحسب ما هو وعد هو وعد هو قال كده انا هتديلك دولار او هتديلك دينار لو اشتغلت عندي لكن عدالة الله ايضا موجودة في امثال اخرى الا ترى ان عدالة الله موجودة في مثل الوزنات ولا لا عدالة ربنا مش موجودة لما بدأ يحاسب كل واحد على ما الذي فعله بالوزنات اللي عنده وفي الآخر حكم على الذي اخذ الوزن وخبأها حكم عليه وقال له شرير وباطل ده مش موجود وبعدين انهي اله ما عندهش عدالة اذا الله لم يعاقب على الخطيئة فمن الذي يعاقب عليها يعني مفهوم العدالة ومفهوم الحب مفهوم سطحي عنده لانه حتى الصليب في الصليب نفسه البر والرحمة تلاقية يعني يعني الله اظهر محبته الكاملة للانسان فانه اخذ مكان الانسان وازهر بره العادل في انه مات نتيجة خطية الانسان انه حمل تمن خطية الانسان على الصليب يعني البر والرحمة وهي جواقت ده الرب يسوع اتكلم عن النار التي لا تنطفي وعن الدودة الذي لا يمود وعن البحيرة المتقدة بالنار والكبرية اليس هذا ايضا عدل وعدالة انا ما عرفش ازاي هيفصل اللي قاله الرب يسوع عن المواضيع دي انه يجمع الخراف على اليمين ويجمع الجداء على الشمال والخراف يقول لها كذا والجداء يقول لها كذا وهؤلاء لهم الحياة الابدية وهؤلاء لهم الهلاك الابدي اليست هذه ايضا عدالة لكن لكن بالنسبة له لا موضوع الله ليس عنده غير الحب انا حاول تاخد بس في الحلقة النهاردة ستة من الاخطاء احنا عندنا اطنان من الاخطاء كويس والادعاءات الغير صحيحة احبائي ليس كل ما نسمعه صح بل يجب ان احنا نمتحن كل ما نسمعه في ضوء كلمة الله هنكمل مع بعض في الحلقة القادمة فالى ان نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر